من دون شك تعد المسيرات السلاح الرئيسي الذي تعتمد عليه إيران وحلفاؤها في هجماتهم المختلفة سلاح لا تتوقف ظهران عن تطويره وتزويد وكلائها به هذا ما أكدته أيضا وثائق مسربة من الحراس الثوري الإيراني والتي كشفت عن استخدام قاعدة سرية لإنتاج الطائرات المسيرة في ضواحي مدينة قم الإيرانية لتدريب مقاتلي جماعة حزب الله ونقلا عن تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية فإن هذه القاعدة أشئت عام 2006 وجرى توسعها مؤخرا وكشفت المعلومات الاستخبارات التي حصلت عليها صحيفة تليغراف أن عمليات التوسع تجري بدعم خاص من المرشد الإيراني علي خميناء لصالح شركة قدس لصناعة الطيران المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2013